وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام الموحدين وقدوة المحققين وقائد الغر المحجلين البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقامة أحسن الأنبياء كلامة لبنة التمام ومسك الختام رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال الذي بعثه ربنا جل وعلا بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي وقلبي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أيها الأحبة جبريل يسأل والنبي يجيب دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد ولم لا والسائل هو أمين وحي السماء والمربي والمعلم والمجيب هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وآله ولازلنا أيها الأفاضل مع هذا المنهج التربوي العظيم في هاتين الكلمتين الجليلتين حدثني أبي ولكني عن قصد وعمد أذكر كل لقاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسهل حفظه إن شاء الله تعالى على جميع إخواني وأخواتي فما أعظم وأجل أن نحفظ كلام ربنا وكلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الحديث رواه الإمام مسلم بطوله ونحن نشرح رواية الإمام مسلم قال الإمام حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلني المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله جل وتعالى إلا بعد وقوعه وحدوثه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أخبرني عن الإسلام فقال الحبيب الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدقت قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم لازلنا أيها الأفاضل مع هذا المنهج التربوي الأصيل حدثني أبي وقد وقفت مع هذا المنهج وقفة طويلة وستططول وستططول بإذن الله تبارك وتعالى ستطول أكثر مما أصلت ستطول أكثر مما أصلت لأننا في أمس الحاجة إلى هذا المنهج التربوي لا أتصور أن بيتا من بيوت المسلمين في غنى عن هذا المنهج التربوي الآن لنستطيع من خلاله بفض ربنا جل وعلا أن نعيد صياغة التربية لأولادنا وأجيالنا من جديد تحدثت عن التربية بالقدوة وعن التربية بالحب وتحدثت كذلك عن التربية بالعقيدة وتحدثت في لقاءات ماضية عن التربية بالعبادة وحديثنا الليلة بفضل الله جل وعلا عن أساس خامس من أخطر أسس البناء التربوي لا يقل خطورة ولا أهمية عن التربية بالقدوة أو بالحب أو بالعقيدة أو بالعبادة لا يقل خطرا ألا وهو التربية بالأخلاق إننا من الليلة بإذن الله تعالى ولا تعجلوا علي وأنا لا أدري لماذا أنتم متعجلون في التفسير وفي العقيدة لماذا أنتم متعجلون هذا رزق يسوقه الله جل وعلا إليكم على لسان هذا العبد الفقير فاقبلوا رزق الله سبحانه وتعالى ولا تردوه وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم رزقه وفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه إننا الليلة بإذن الله تعالى سنبدأ الحديثة في بناء خطير لا يقل أبدا خطرا عن البناء العقدي والبناء التعبدي ألا وهو البناء الأخلاقي بل وصدقوني إن قلت لحضراتكم إن البناء الأخلاقية متخلل ومتغلغل في كل أقسام البناء فهو موجود في البناء العقدي إذ لا يمكن البتة أن تتجرد العقيدة من الأخلاق بل تأصيل وتأسيس العقيدة يغرس في قلوب أولادنا وأجيالنا حقيقة الأخلاق القرآنية والنبوية وإلا فما قيمة التربية بعقيدة مجردة وهل بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليربي الأمة بعقيدة نظرية لا تحول الأمة بأولادها وأجيالها وأبنائها هذه العقيدة في واقع الناس إلى منهج حياة أي تصور مسلم عاقل هذا لا والله ثم هل فرض الله جل وعلا علينا العبادة من أجل أن نؤدي العبادة كحركات جسدية بدنية دون أن تنعكس هذه العبادة على أرواحنا وأخلاقنا وأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وسلوكنا وتعاملنا مع ربنا وتعاملنا مع حبيبنا ونبينا وتعاملنا مع بعضنا البعض هل يقول بذلك عاقل لا ورب الكعبة فالبناء الأخلاقي أيها الأفاضل من أخطر أنواع البناء بل هو بناء متغلغل ومتخلل في كل أسس البناء التربوي الأخرى موجود في البناء العقدي موجود في البناء التعبدي موجود في البناء الاجتماعي موجود في البناء الجسدي موجود في البناء العاطفي والنفسي وهذه كلها أسس قد ذكرت الآن رؤوسها سأتوقف عندها طويلا يعني ربما ربما تأخذ من هذه السلسلة المنفردة والفريدة التي هي بعنوان حدثني أبي ربما تأخذ خمسين لقاء بفضل الله جل وعلا حتى لا تتعجل علي وتقول ويقول إخواني متى سينتهي الشيخ من هاتين الكلمتين حدثني أبي فأنا أؤصل من خلال هاتين الكلمتين منهجا تربويا وددت طويلا أن لو أفردت له لقاءات متتالية متعددة لأستطيع أن أمد يدي مع إخواني وأن أساعد أخواتي بمنهج تربوي رباني نبوي ليكون بين أيديهم بفضل الله جل وعلا عبر هذه القناة الطاهرة قناة الرحمة المباركة ثم لتكون هذه الكلمات بين أيديكم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا مطبوعة مكتوبة لتقرأ في أي وقت وحين أو عبر هذه الاستوانات المعروفة لتسمع ولترى أيضا في أي وقت وحين وأسأل رب العالمين جل وعلا أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يقر أعيننا جميعا بأولادنا في الدنيا وأن يجعلهم قرة عين لنا أيضا في الآخرة وأن يرزق من حرم من نعمة الولد إنه ولي ذلك والقادر عليه تعال معي من الليلة لنؤصل هذا البناء الذي أرى أنه أزمة الأمة الآن الأزمة أزمة أخلاق بس خلي بالك بقى ما تقفش عند الأخلاق بمفهومها الضيق أو المحدود لا الأخلاق كما أصلت الآن بمفهومها الواسع وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى بمفهومها الشامل في معاملتك مع ربك آه يبقى هذا جانب اعتقاد يبقى هذا جانب اعتقاد في معاملتك مع ربك في جانب التعبد في معاملتك مع نبيك صلى الله عليه وسلم في جانب الاتباع في معاملتك مع والديك مع الناس مع نفسك مع جيرانك مع الحيوان مع النبات مع البيئة مع شواطئ البحار مع الماء كل هذا له أدب تتصور مع ذبح الشاة وأنت تذبحها مع ذبح الدجاجة وأنت تذبحها في وقت ركوبك للسيارة في وقت وجودك في المسجد في وقت وجودك في بيت الله الحرام في وقت وجودك في بيتك وأنت تسمع المذياع أو التلفاز في بيتك وجارك إلى جوارك هذا له أدب في السيارة وأنت تسير في الطريق بين الناس في طريق عام له أدب وخلق في جلوسك مع أسرتك في حديقة عامة له أدب وخلق في تعاملك مع الكون كله أنا أقول الأزمة الآن أزمة أخلاق نعم أزمة البشرية أزمة أخلاق أزمة الأمة أزمة أخلاق ألا تتفق معي أيها الحبيب اللبيب أن كثيرا من الخلق قد غرق في نفاق عملي خطير في هذه الهوة الشاسعة والبون السحيق بين الأقوال والأفعال نسمع أقوالا ونسمع كلمات وربما تكون جميلة لكن لا نرى عملا ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا لا نرى واقعا يتسم مع هذه الكلمات ومع هذه النظريات الخلقية ومع هذه المثل العلية وهذا هو الفارق الكبير بين السلف والخلف فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل وسوء الخلق موجة فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء وذلك في مدة قليلة جدا لا تساوي البتة في حساب الزمن شيئا على الإطلاق متى متى ذلك يوم استطاع صلى الله عليه وآله وسلم كأعظم وأطهر وأشرف مرب عرفته الأرض يوم استطاع أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي القرآني والنبوي ولكنه بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي لم يطبع هذا المنهج الرباني والنبوي الأخلاقية على صفحات الكتب والمجلدات وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الربانية والنبوية التربوية والأخلاقية في دنيا الناس إلى منهج حياة يتألق إخلاصاً وصدقاً واتباعاً ووفاءاً ورجولةً وحركةً وزهدًا وعملاً وعطاءً إلى غير ذلك من المعاني هذا هو الفرق الكبير إلى أن انحضرت البشرية عامة وكذلك ابتعدت الأمة خاصة عن هذا المنهج الأصيل عن هذا المنهج الرباني والنبوي الجليل في جانب الأخلاق بمفهومها العام بمفهومها الشامل فأنا لا أقف عند أركان الأخلاق ولا أخاطب ولا أناقش قضية وملف الأخلاق من منظور جزئي مبتور عند خلق من أخلاقنا كالصدق مثلاً أو الشجاعة أو العدل أو الصبر كرؤوس لمعالم الأخلاق لا لا أعالج قضية الأخلاق بهذا الجزء أو بهذا الفهم الناقص أو بهذا الفهم المبتور إنما أنا أقدم من الليلة إن شاء الله تعالى قضية الأخلاق كقضية عامة متغلغلة في كل جوانب الحياة الدنيوية والأخروية بهذا المفهوم الذي بينت وسأؤصل وأفصل فيه بإذن الله تبارك وتعالى نعم نرى أيها الأفاضل أن حسن الخلق أو أن لحسن الخلق منزلة رفيعة جداً لا تدنيها منزلة نرى لحسن الخلق منزلة كبيرة كريمة في دين الله جل وعلا عند الله سبحانه وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل حسن الخلق دليل على كمال الإيمان حسن الخلق دليل على كمال الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام وسأبين الليلة الأدلة كلها بقدر ما يسر الله جل وعلا أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلق فأكمل المؤمنين إيماناً اسمع ماذا قال أحسنهم خلق لم يقل عليه الصلاة والسلام أي معنى آخر وإنما يربط النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق بالإيمان هذا الربط البديع هذا الربط البليغ أكملوا أكملوا المؤمنين إيماناً انظر إلى هذه المترادفات أكملوا المؤمنين إيماناً أحسنهم خلق انظروا إلى منزلة حسن الخلق انظروا إلى منزلة الأخلاق في دين الله وفي دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لقد جعل نبينا حسن الخلق من أعظم الأسباب التي تقرب العبد من الله بل ومن أعظم الأسباب التي تقرب العبد من رسول الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هل تعلم أيها المسلم وهل تعلمين أيها المسلمة أنه بحسن الخلق بحسن الخلق قد تكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم قريبا جدا من مجلسه من منزلته ومنزلة رسول الله لا تدنيها منزلة أبدا بل هي منزلة فريدة وحيدة لعبد من عباد الله منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة ليست إلا للنبي المصطفى ألا وهي منزلة الوسيلة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد يعني إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي فتصور أنك بحسن الخلق تكون من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هل تصورت معي ما أؤصله لك وما أقوله لك هذا كلام بديع وهذا كلام النفيس ثم حسن الخلق كما سأبين أيضا الآن بالتفصيل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية من غايات بعثته وهدفا من أهداف بعثته ونبوته إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وسأفصل هذا الآن إن شاء الله تعالى وكما ذكرت الناظر الآن إلى أحوال الناس وإلى أحوال الخلق على المستوى العام على مستوى البشرية كلها وعلى مستوى الأمة سيرى انحضارا رهيبا وسيرى هوة سحيقة بين الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الخلق وبين الأخلاق التي عليها الخلق التي عليها الخلق في أرض الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم ألا تتفق معي أخي الكريم أن سوء الأخلاق أن سوء الأخلاق في التعامل في الكلمات في الأفعال في النواية في النواية في الأحوال أصبح عنوانا بارزا لا يكاد يخفى الآن على أي منصف عاقل متابع لأحوال الناس ولسلوكيات الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب لا نريد أن نطيل النفس في هذا التنظير إلا بعد التأصيل فما هو الخلق ما هو الخلق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق بل قد جمعه صلى الله عليه وسلم في كلمة عجيبة حين سأله النواس بن سمعان رضي الله عنه كما فيه صحيح مسلم عن البر والإث تصور معي قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق لا حضرتك مش متصور معاي طيب تعال شوف البر في القرآن معناه إيه عشان تتصور معي ساعة لفظة الخلق النبي يقول البر حسن الخلق طيب ما هو البر يا الله ده موضوع كبير ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كل ده حسن الخلق مش بقول لحضرتك خلق متغلغل وبناء متغلغل في كل أنواع البناء وفي كل أمور الدين وفي كل أمور الدين آهل لو عرفت الأمة قدر الأخلاق عند رب العالمين وعند سيد المرسلين لن تسمع عالما أديبا صحفيا مربيا موجها يقوله الغاية تبرر الوسيلة وينقل هذه الأقوال الميكافلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ويقدم نظريات أخلاقية لعلماء غربيين والله الذي لا إله غيره ما أخذوها إلا من كلام سيد النبيين وإمام المربين وسيد المرسلين لكننا بكل أسف لهزيمتنا النفسية أولعنا غاية الولع بالنقل عن الغربيين لأن الغرب هو الذي انتصر وكسب الجولة الأخيرة بلا نزاع فالمهزوم كما قل ابن خلدون في مقدمة الشهيرة مولع بتقليد المنتصر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولو اعتزت الأمة بهويتها وعقيدتها وأخلاقها ودينها ونهلت من هذا النبع الصافي من كتاب ربها ومن كلام نبيها وحبيبها والله الذي لا إله غيره لسادت لسادت وعزت في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام حين سألوا النواس عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس طيب تعال معي أخي الحبيب كما ذكرت لك لنتعرف على حسن الخلق أو على الخلق الخلق كما قال أهل اللغة السجية والطبع السجية والطبع باختصار شديد آه بس أنت كده مولانا بهذا التعريف ستوقعنا في حرج بالغ معنى ذلك أن الخلق جبلي منهما هو جبلي ومنهما هو مكتسب منهما هو جبلي أنت مفطور عليه وأنا مفطور عليه هذا مفطور على كذا من الشمائل والخصال الحميدة وسأبين بالدليل في موضعه إن شاء الله وتعالى وهذا مفطور على كذا من الشمائل المناقضة لهذه الشمائل أو من الصفات المناقضة لهذه الشمائل والآخر مأمور بل كلنا مأمورون باكتساب هذه الأخلاق الحميدة الكريمة ولولا أن الخلق فيه جانب جبلي فطري وفيه جانب مكتسب ما أمرنا ربنا بحسن الخلق في آيات كثيرة سأبينها وما أمرنا نبينا بحسن الخلق لو كان الأمر جبلة لا يستطيع الإنسان تغييرها كلون عينيه أو كلون بشرته أو كحسن خلقته أو دمامتها إلى غير ذلك ما أمرنا ربنا جل وعلا بحسن الخلق وما أمرنا نبينا بحسن الخلق إذ لا يستساغ البتة باتفاق أهل العلم أن يأمر الله جل وعلا المكلف بأمر ليس في طاقته وليس في مقدوره وليس في استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلى غير ذلك من الأدلة فاتقوا الله ما استطعتم إذن منه جبلي فطري ومنه مكتسب وسنرجع إلى ذلك بالتفصيل لكنني أردت أن أبين معنى الخلق لكن تدبروا معي أيها الأفاضل هذه الكلمات الجميلة جمع بعض أهل العلم حسن الخلق في كلمات جعلوها علامات بينة واضحة لحسن الخلق نستطيع أن نقدم بها وأن نرجع إلى فضائل حسن الخلق لنطرح بعد ذلك السؤال العريض الكبير كيف نربي أنفسنا وأولادنا بناء أخلاقيا يرضي الحق تبارك وتعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفع المرء نفسه وأسرته وأمته بل والبشرية جمع بعض أهل العلم على مات حسن الخلق في هذه الكلمات فقالوا خلي بالك كلمات بديعة جدا قالوا حسن الخلق هو أن يكون كثير الحياء لو فصلت وشرحت كل نفظة لحتجنا إلى عشرات اللقاءات لكن خذوا هذه المعاني فقط قال بعض أهل العلم حسن الخلق هو أن يكون أي أن يكون الرجل الذي تخلق بالأخلاق الحسنة هو أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل برا وصولا وقورا صبورا شكورا رضيا حكيما رفيقا عفيفا شفيقا لا لعانا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب في الله كلمات عجيبة لو فصلناها ووقفنا معها كرؤوس لحسن الخلق والله لحتجنا إلى ساعات وساعات وجمع يوسف بن أسباط علامات حسن الخلق في عشر علامات فقال علامات حسن الخلق في عشر خصال قلة الخلاف قلة الخلاف قلة الخلاف الخلوق المؤدب قليل الخلاف ليس طويل النفس في المجادلة واللجج بل قليل الخلاف قلة الخلاف وحسن الإنصاف وترك طلب العثرات وتحسين ما يبدو من السيئات والتماس المعذرة واحتمال الأذى والرجوع بالملامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره وطلاقة الوجه للصغير والكبير ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه والله عاوزين نسمع دلتاني ما عليش كان صلى الله باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا هكذا أصل وترجم إمامنا الإمام الخري باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا فوالله عاوزين نسمع الكلام ده ولو للمرة الثانية قال يوسف بن أسباط علامات حسن الخلق في عشر خصال قلة الخلاف وحسن الإنصاف وترك طلب العثرات وتحسين ما يبدو من السيئات والتماس المعذرة واحتمال الأذى والرجوع بالملامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره وطلاقة الوجه للصغير والكبير ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه هذه خصال حسن الخلق تعالوا لنقف بعد هذه الرؤوس على فضائل حسن الخلق لتكون بمثابة المقدمة المحفزة لنا لندرب ولنعلم أنفسنا ابتداء على حسن الخلق لنتعرف بعد ذلك كيف نربي أولادنا على حسن الخلق ففاقد الشيء لا يعطيه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فضائل الأخلاق الكريمة الحسنة أولا حسن الخلق سبب من أسباب بعثة الرب العلي للحبيب النبي أنا أرجو أن تتصوروا معي أن يختزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثته في هاتين الكلمتين فيقول إنما بعثت لأتمم ماذا؟ صالح الأخلاق بالمعنى الشامل بالمعنى الذي يدخل في العقيدة في العبادة في الشريعة في التعامل مع الله مع النبي مع الخلق مع النفس مع الحيوان مع البيئة مع الكون كله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ورواه الإمام البيهقي وغيره وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد وقفت بفضل الله جل وعلا على تحسين إسنادها فإسناد هذه الرواية أيضا حسن لكن الرواية التي تصح إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي الرواية الأخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تختزل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الهدف في هذا الغرض أرجو أن تتخيل معي مكانة حسن الخلق حين تختزل هذه المكانة في بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب البليغ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو لأتمم مكارم الأخلاق فحسن الخلق امتثال من الله لأمر الله جل وعلا امتثال لأمر الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق في آيات قرآنية جميلة قد لا يتصور كثير مننا معناها الآن فيقول ربنا جل وعلا مثلا لحبيبنا الذي رباه الله على عينه والذي أدبه ربنا فأحسن تأديبه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لسيد المؤمنين ولأحسن الخلق خلقا وخلقا ولأحسن الخلق خلقا وخلقا يقول له ربه جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا الله آية جامعة في حسن الخلق بهذه الكلمات القليلة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه الآية جمعت حسن الخلق جمعت أصول وخصال حسن الخلق خذ العفو أي تعامل مع الخلق معاملة كريمة أي تعامل مع الخلق معاملة كريمة أي تجاوز عن تقصير المقصر خذ العفو وعن خطأ المخطئ خذ العفو وعن جاهل الجاهل خذ العفو ولا تتكبر على أحد من الخلق لا تتكبر على الصغير ولا على الفقير ولا على الضعيف وتعامل مع الخلق معاملة كريمة تتلاءم مع أحوالهم ومع ظروفهم وواقعهم خذ العفو وأضف ما شئت من المترادفات والمعاني تحت هذا الأمر في هاتين الكلمتين خذ العفو أي تعامل مع الخلق بحسن الخلق تعامل مع الخلق بكرم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأمر بالعرف أمر بكل حسن جميل كامل في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال وأمر بالعرف ولما كان ذلك يستدعي ويستلزم أحيانا أن يجهل الجاهلون على أصحاب هذه الأخلاق الهينة اللينة الكريمة لما كان ذلك مستلزما لذلك أمر الله الحبيبة صلى الله عليه وسلم في أمر ثالث في هذه الآية الكريمة فقال جل وعلا وأعرض عن الجاهلين خذ العفوة تعامل مع الناس بعفو وكرم وحسن خلق وتجاوز عن أخطائهم وتقصيرهم وليتسع صدرك لجهلهم وليتسع صدرك بحلم بالغ لسفاهتهم عليك وأمر بالعرف أمر بكل جميل من الأقوال وأمر بكل جميل من الأفعال وأمر بكل جميل من الأحوال وإن اعتدى عليك أحد وأساء إليك أحد وأذاك أحد بكلمة أو بفعلة أو بإيماءة أو حتى بيده أعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلا بد أن يعلم السالكون هذا الطريقة أنه ليس مفروشا بالورد ولا بالزهور والريحين ولكنه طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك لا تتصور أن الدعاة إلى الله وأن المصلحين وأن المربين وأن الموجهين الذين يذكرون دائما بكل خلق جميل لا تتصور أنهم بمن عن جهل الجاهلين وسفه السفهاء وعن أذى المجرمين والمنافقين لو كان ذلك كذلك لسلم سيد الخلق أجمعين من الأذى ومن الجهل ولكنه تعرض للأذى تعرض لأذى المجرمين ولأذى المشركين ولسفه المنافقين ولسفه الجاهلين فتحمل الأذى وتحمل البلاء ولم يرد جهل الجاهلين بجهل مثله حاشاه وهو المأمور من ربه بقوله جل علاه ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نعم نعم أيها الأفاضل فليعلم السالكون درب النبي الكريم فليعلم السالكون لطريق الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر أنهم سيتعرضون للأذى وسيتعرضون للفتن بل هم يجعلون أنفسهم هدفا واضحا لكل الكافرين ولكل المنافقين ولكل المجرمين والظالمين في كل زمان ومكان فلا يتصور واحد من هؤلاء المصلحين أنه لن يؤذى في عرضه أو في ماله أو في شرفه أو حتى في دينه أو حتى في جسده أو حتى في أولاده أو حتى في رزقه بل ربما يؤذى في شيء من هذا أو في كل هذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لابد أن يعلم كل من تواصى بالحق أنه سيتعرض للأذى فيذكر ويوصى بالصبر على الأذى وعلى البلاء هذه سنة دربانية لا تتبدل ولا تتغير فحسن الخلق امتثال لأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيضا أيها الأفاضل حسن الخلق امتثال منه لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فوامتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه تدبر معي هذه الوصية النبوية الغالية لمعاذ بن جبل وثبت أيضا أنها لأبي ذر رضي الله عنه كما في الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان وغيرها من دوين السنة بسند حسن بل ومن أهل العلم من صححه لكن الشيخ الألبني رحمه الله تعالى قد حسن هذا الإسناد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله يا معاذ اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يا أخي هذا أمر الله هذا أمر رسول الله لك وأمر رسول الله لك وأمر رسول الله لي صلى الله عليه وسلم هذا أمر النبي لنا وخالق الناس بخلق حسن ما هذه الكلمات البذيئة التي نستمع إليها في الشوارع في وسائل الموصلات في المدارس في الجامعات في المصالح الحكومية في الطرقات في كل مكان بل في البيوت بل في البيوت ما هذه الكلمات البذيئة التي تتردد على ألسنة كثير من الأزواج وكثير من الزوجات والأمهات وكثير من الآباء وكثير من الأولاد أمر يحرق الفؤاد ورب الكعبة والله الذي لا إله غيره قد تستمع إلى مفردات وإلى ألفاظ والله تحرق الفؤاد وتدمي القلب دما حين تتعرف بعد ذلك على أن المتلفظة بهذه الألفاظ البذيئة القاسية رجل قد يحافظ على الصلوات في كل الصلوات في بيت من بيوت الله جل وعلا أو يعتمر أو يحج بيت الله الحرام أنا أخي لا أنكر أن المرأة في حالة غضب وفي حالة فعال قد تنفلت منه بعض الألفاظ لا أنكر عليك ذلك لا أنكر ذلك لقد ألقى الألواح نبي الله موسى في وقت الغضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه يجره من رأسه ومن لحيته لا أنكر عليك لكن أستنكر عليك بشدة أن تكون مفرداتك في التعامل وأن تكون كلماتك بهذه الصورة البالغة الإساءة بدعوة أنك تريد أن تربي الأولاد أو أن تلفت نظر الزوجة إلى أمر ما وقت الغضب ووقت الانفعال له ضوابطه لا أنكر عليك فقد أكلفك ما لا تطيق وأنت مأمور وأنا كذلك مأمور في حالات الغضب بأمر نبوي صلى الله عليه وسلم من يطيقه ويقدر عليه سيرى ثمرته إن كان قائما أن يجلس وإن كان قائما أن يتوضأ إلى غير ذلك هذه نصائح نبوية تطفئ نار الغضب وجمرة الغضب في الفؤاد وفي العينين وفي الوجنتين بل وعلى البدن كله الشاهد نستمع الآن إلى مفردات وإلى كلمات في قواميس غريبة عجيبة لا تمت إلى ديننا بأدنى صلة ولا إلى المرؤة ولا إلى الخلق الكريم بأدنى صلة في البيوت في كل مكان إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى فهذا أمر من النبي لك هل تحب رسول الله؟ نعم نعم ورب الكعبة يحبه كيف تخالفه؟ وهو يأمرك وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن خالق زوجتك بخلق حسن لا تسب الزوجة ولا الولد بأقذع الألفاظ والكلمات والله أستمع إلى كلمات والله كلمات بشعة جدا بشعة سمعت شابا وسمحوني ينادي على زميله ظننت أنهم في صراع وكدت أن أصعق حين تأكدت أنهم في حالة مزاح مزاح وإذ بالآخر ينادي على زميله في هذه الحالة ويقول والعياذ بالله يا ابن الزانية باللغة الدرجة أعوذ بالله أعوذ بالله فوقفت ونديت عليه تعالى يا أخي حين وجدت الشابين يتضحكان ويتمزحان ولا يتصارعان قل تعالى أخي أنت بتقوله إيه قال لا لا ده احنا بنهزر قلت له أنت في أي سنة دراسية ألف تنية كلية تنية كلية تعرف حاجة اسمها القذ قال للقذ يعني الرمي يعني بالطوب وبالنبل وقلت له لا فيه كبير اسمها القذ يعني شرع الله عز وجل الآن يوجب عليك الآن حدا أنت قذفت هذا الأخ قال لا والله ما عرف يا شيخ يا الله كم من أناس يقذفونه وكم من أناس يقذفونه كل يوم وكل ليلة بهذه اللفظة البذيئة الخبيثة الخطيرة النابية التي توجب حدا من حدود الله في غفلة من الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله قس على ذلك أنا اخترت اللفظة يعني بالكلمة المهذبة لكن في ألفظ أخرى بذيئة بشعة لا تقال على الإطلاق لكنني اخترت اللفظة المهذبة تصور وهو لا يدري أنه مرتكب كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر قد يصل يصل الأمر إلى حد سب الله تقول يا مولانا ما تضخمش يا حبيبي ما تسمعش كل يوم كل يوم من يسب دين الله جل وعلا في المواصلات في الشوارع في الطرقات من يسب دين الله من يسب دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق شنيعة بشعة وخالق الناس بخلق حسن فلنتخلق نحن ابتداء بالأخلاق الحسنة لنكون أهلا لنربي أولادنا على الأخلاق الحسنة على الأخلاق الكريمة فوصية رسول الله لنا إن كنا بفعل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتق الله عز وجل حيثما كنا وأن نتبع السيئة الحسنة تمحها وأن نخالق الناس بخلق حسن يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه عليك بحسن الخلق عليك بحسن الخلق وطول الصمت يا الله عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما عليك بحسن الخلق وطول الصمت يعني لا تتكلم إلا لضرورة وإلا لحاجة وإلا لنفع لدنيا أو لدين لكن لا مجال للكلام بدون فائدة بل وربما بما يعود عليك بالهلاك في الدنيا والآخرة قد يشلص رجل خفيف الظل خفيف الدم ضريف يريد أن يضحك المجلس فينكت على إخوانه أو أخواته أو يهزأ بفلان أو يسخر بفلان أو يغتاب فلانا أو ينم فلانا ينم فلانا إلى غير ذلك كلمة لا تدري قد ترضي عنك ربك وقد تنال بها رضوان الله وكلمة قد تنال بها صخط الله وربنا جل علاه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة إن العبد وفي لفظ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالة فارفعه الله بها درجات وإن الرجل لا تكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالة فيهو بها في جهنم فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي أنسا كما في الحديث الذي روه أبو يعلى والبزار والطبراني والبيهقي وغيرهم بسند حسن يقول له عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما وأيضا من فضائل حسن الخلق وأختم بها الليلة لأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل فالموضوع سيطول من فضائل حسن الخلق أنه سبب اسمع لما أقول سبب وطريق للفوز بمحبة رب العالمين جل وعلا لك يا الله والله العظيم لو استوعبت هذه لكفة حسن الخلق أخاطب المربين ابتداءا والآباء والأمهات وأخاطب كذلك أولادي وأبنائي وأجيالنا الصاعضة أقول حسن الخلق طريق لك للفوز بمحبة الملك ويا لها والله من كرامة منزلة عظيمة أن يحبك ملك الملوك أن يحبك جبار السماوات والأرض أن يحبك أرحم الراحمين جل جلاله منزلة من أجلها شمر المشمرون وتنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى علمها الشامخ شمر السابقون أصحاب الهمم العالية فهي قوت القلوب قوت القلوب وغذاء الأرواح بل هي روح الروح بل هي قرة العين والله من حرم من هذه النعمة حرم من الحياة من أحبه الله جل وعلا فهو السعيد في الدنيا والآخرة من أحبه الله جل وعلا أحبه كل شيء وابتهج به كل شيء وسعد به كل شيء من أحبه الله جل وعلا وضع له القبول في الأرض من أحبه الله جل وعلا فهو السعيد المرضي الرضي في الدنيا والآخرة تنبر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره من حديث أسامة بن شريك أسامة بن شريك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أحب أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلق يا الله أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلق هل أنت في غنى عن هذه المنزلة هل أنت مستغن عن حب الله لك لا والله إن أردت أن يحبك ربك جل جلاله فعامل الخلق بحسن الخلق أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلق فيا ترى من أقرب الناس يوم القيامة مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى فلقد مضت الساعة سريعا جدا والله ما شعرت بها لكن على موعد في حلقات ولقاءات في حسن الخلق وفي رؤوس حسن الخلق وكيف نعلم أولادنا ونربي أولادنا ونحن معهم على حسن الخلق فما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة إلى حسن الخلق رزقني الله وإياكم حسن الخلق وجعلني الله وإياكم من أصحاب الأخلاق الكريمة والشمائل الحميدة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأستغفر الله عز وجل للفظة أو لكلمة ذكرت بها وأنا عارم منها فوالله أشعر بخجل وتقصير وأنا أتكلم عن حسن الخلق لأنه كان من الواجب أن لا يتكلم في هذا الموضوع الجليل إلا من توفرت له الأهلية علما وقولا وعملا وحالا ولست أتوهم ورب الكعبة أني منهم ولكن وغير ذي تقا يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل فقد يتكلم المرء لا من شعوره بالأهلية وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية وهذا ما أتحدث من منطلقه مع حضراتكم وهذا أيضا ما تقرره وتؤصله القاعدة الأصولية من عدم الماء تيمم بالتراب الله أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال وأن يزيننا ويجملنا بحسن الخلق إنه ولي ذلك مولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر